بقول قيمة المقدار الجذر التربيعي الثمانين على الجذر التربيعي الخمسة ناقص أربعة على الجذر التربيعي الخمسة أخذنا سابقا موضوع مهم اسمه انطاق المقام معناه جعل المقام عدد صحيح يعني لابد الآن أحول الجذر خمسة ده إلى عدد صحيح عن طريق الضرب في جذر خمسة أخذ البسط والمقام وأضربه في جذر خمسة جذر ثمانين أضربها في جذر خمسة وهنا جذر خمسة بجذر خمسة يعطينا خمسة بالمثل في الجزء الثاني 4 جذر 5 ولما ضرب جذر 5 في جذر 5 يعطينا 5 جذر 5 في جذر 80 يعطينا جذر 400 على 5 وهذه كما هي 4 جذر 5 على 5 انتم شاكين الآن المقام موحد اللي هو ال5 اكتبه كما هي يطلع 20 وهذا المقدار الثاني كما هو بكده يكون الجواب 20 ناقص 4 جذر 5 على 5 واختار باء